وانا على قد ما تماعن وانا على قد ما تماعن 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 اصلاحنا ما اخد نهاج دي خال هي انجليزية على ايه النقمة ما عدت في ايه مقابرات الكلمة المناقلة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو نيوز of the world نيوز of the world فيلم اصبح متاح مؤخرا على نتفلكس رغم انه في الاساس فيلم يونيفرسل وهي اللي وزعته داخل الولايات المتحدة ولكن على المستوى الدولي الحقوق بتاعته قالت لنتفلكس وبما اننا ناس دوليين فاحنا كمان قلنا مع نتفلكس وكانت احلى قوى للصراحة لاننا تفرجنا على الفيلم واتمزجنا من غير ما نضطر ننزل من بيتنا واحداث فيلم نيوز of the world بتدور في تكساس سنة 1870 وبتركز على كابتن جيفرسون كايل كيدز اللي كان بيحارب فيه صفوف الولايات الجنوبية المنهزمة في الحرب الاهلية واللي دلوقتي بقى عايش بامتهان قراءة الاخبار يعني بينتقل من بلد لبلد بيشتري الجرائد وبعدين بينظم جلسة بيجمع فيها ناس يقرى لهم الاخبار وياخد منهم فلوس بسيطة واثناء احد تنقلاته بيصادف في طريقه جوهانا طفلة من اصول المانية كانت مخطوفة من قبل احد قبائل الهنود واخيرا تم تحريرها ومطلوب حد دلوقتي يتحمل مسئولية توصلها لما تبقى من عائلتها كابتن كيد ما بيلاقيش اي مفر من انه هو اللي يتحمل المسئولية دي وهي مسئولية صعبة جدا اولا لان البنت نفسها عصبية ومتمردة ولانها ما بتتكلمش انجليزي فما فيش لغة للتواصل ما بينهم ولان الرحلة نفسها طويلة وصعبة ومليانة اخطار فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم نيوز اوف دا وورد بينتمي لنوعية افلام الويسترن ورحلات الطريق والاحداث اللي بتدور في اجواء تاريخية واحداثنا بتدور في فترة صعبة جدا في التاريخ الامريكي فترة ما بعد الحرب الاهلية ومحاولة ارساء شكل من اشكال الدولة في ظل غضب سكان الولايات الجنوبية وارتباك جنود الولايات الشمالية ومعاناة شديدة مع الفقر والمرض والعنف وصراعات شديدة ما بين اطراف واعراق واجناس مختلفة وغياب لسلطة القانون الموحد يعني لما يبقى عندنا ابطال زي ابطالنا مطلوب انهم يرتحلوا على طريق طويل حيمروا بمناطق مختلفة وكل منطقة من دول بيحكمها قانون شكل بالاضافة لبعض المناطق اللي ما بيحكمهاش اي قانون من اساسه دي ظروفنا التاريخية والجغرافية واللي الفيلم بيقدمها من منظور اعتقد انه فريد جدا على مستوى الحقبة وعلى مستوى المكان تناول من اللي بيعلم واللي بيفتح العقول بيفهم المشاهد الفترة دي كانت عاملة ازاي وما بيفشلش في انه يلاقي اسقطات منها على الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي وده من غير ما يبان انه بيبذي المجهود عشان يحقق ده تركيزه من اول لحظة لاخر لحظة على القصة على الرجل المتقلم المفتقد لوطنه وعلى البنت اتيها المفتقدة لهويتها وعلى العلاقة العصيبة ما بين الكنين وعلى رحلة الجحيم اللي لازم يخوضوها مع بعض ولكن في كل محطة وكل موقف وكل بلد وكل شخص بنقابله بنتعلم اكتر وبنعرف اكتر وبنفهم ان في الاصل الناس دي كلها كانت عاوزة تعيشه بس كان عندهم تطلعات وكان عندهم احلام ولكن اختلافاتهم والظروف الصعبة اللي تواجدوا فيها كانت بتحاربهم وخلق التوازن ما بين اللي تعلمنا جغرافيا وتاريخيا وما بين الحدوطة بتاعتنا اعتقد انه كان مبهر بالاخص لما نتأمل في اقاع الفيلم لان في رأيي الشخصي اقاع الفيلم من مشاكله اقاع الفيلم بطيء جدا وكل فصل من فصول الفيلم بياخد فترة طويلة قوي على الشاشة وبنتحرك جواه زي ما نكون بنتسحب طبعا ده مناسب للاجواء العامة للأحداث بتدور فيها ولكن كان له ثلاث اثار سلبية اولا انه في بعض الاحيان بيفقد اهتمام المشاهد اللي ممكن يبتدي يسرح وهو بيتفرج وثانيا انه ما سمحش بان فصول الفيلم نفسها تبقى كتير وثالثا وده الاهم انه ما سمحش بالوقت الكافي ان احنا نشوف العلاقة ما بين بطلنا وهي بتتطور ولكنه على الجانب الاخر كان ليه اثر ايجابي مهم جدا وهو انه سمح للمشاهد بالتأمل بالتعايش الكامل مع فصول الفيلم حتى وان كانت قليلة وبالتماعن في مكونات الفيلم الفنية فيلم نيوزوف دوورد بكل تأكيد فيلم صعب ومليان تحديات تحديات تتخطى الانتقال في الزمن لان داخل الزمن اللي احنا انتقلنا له ده احنا بننتقل برضو ما بين اماكن كتير وزي ما قلنا كل ما كان من دول بتحكمه ظروف مختلفة وزي ما قلنا الاقاع البطيء بيسمح للمشاهد بالتماعن في كل التفاصيل وانا على قد ما تماعنت مقدرش اقول اني شفت غلطة يمكن لان فعلا كل التفاصيل تم مراعاتها بشكل رائع او لاني وانا بتفرج كنت مصحور مصحور بالكدرات واللوحات مصحور بجرقة التصوير في انه يتعامل مع كل اللقطات الممكنة سواء كانت نهارية او ليلية سواء كانت مقربة او متوسطة او واسعة جدا في لقطات في الفيلم يا جماعة التصوير كان من الجرقة انه خدها بدرون وفي الحالة دي بالتحديد نقدر نقول انه حقه لانه بنا شيء فريد وكون شيء مش موجود ولان دراية المشاهد بالابعاد الجغرافية لكل موقف كان شيء مطلوب مش زي اللي فرحانين بالدرون اللي جابوله تصريحه وبيصوره بيه المهندسين من فوق واكتر لقطات واكتر مشاهد انا شخصيا استمتعت بيها هي فعلا المشاهد الليلية اللي الاضاءة فيها كانت بتشكل تحدي اضافي فوق كل التحديات اللي قلنا عليها ومخرج الفيلم بول جرين جراس ما اكتفاش بانه ينقلها بشكل واضح وخلاص لا ده كمان حملها بجمليات ورغم ان مواجهات الاكشن في الفيلم كانت قليلة ولكنها برضو كانت متقنة جدا والاكشن من تخصصات اللي في كل مناسبة وكل فيلم بيخترع حاجات جديدة وبيقدم افكار منعشة واللي زاد من سحر كل مشهد من الفيلم هو موسيقى جيمز نيوتن هاورد ودي مش بس موسيقى جامدة وبتضيف طبقة من طبقات الحياة لكل مشهد لا دي موسيقى جميلة بشكل مستقل بذاته تتسمع لوحدها كده ويمكن تكون سعدت كتير واضافت كتير في تكوين العلاقة ما بين البطلين والبطلين دول موال وحده طبعا لان اللي بيقدم دور كابتن كيد هو توم هانكس في واحد من افضل اداءاته التمثيلية مؤخرا اداء هادي وراسي ومتزن يخلو تماما من الانفعالات الزائدة والهيستيريا بكل تأكيد في كل لحظة بنحس بتجارب الشخصية وقالمها وحزنها ومن غير اي جملة شرح في السيناريو بنتفهم تماما ان الشخص ده كان لازم يقبل المسئولية دي ودي كلها مجرد تفاصيل في الشخصية حضور توم هانكس بقى حاجة تانية خالص توم هانكس ده يا جماعة واحد من 3-4 ممثلين فضلين على وجه الكوكب ليهم تجليات يعني شغلهم في اي فيلم كوم واللحظة اللي بيتجلوا فيها كوم تاني وانا هتجرق واقول ان توم هانكس مؤخرا ما جاتلوش لحظات كتير من دي لكنها في نيوزوف دي وورد موجودة وبالتحديد في المشاهد البسيطة جدا اللي بيقرى فيها الاخبار اداء والقاء وتنوعات في الصوت وتنوعات كذلك في التعبير وتنوعات في الانفعلات خلتني اتمنى اني اكون واحد من الممثلين الثانويين اللي كانوا بيقدوا الشخصيات اللي بيسمعوه وبيقول الاخبار عندنا كمان في البطولة هيلنا زنجل اللي بتقدم دور جوهانا الطفلة الصغيرة وزي ما قولنا دي شخصية بدون هوية في الاساس المانية وجات مع اهلها بحثا عن الفرص وبعدين اتخطفت وعاشت ما عندهاش ادراك كامل هي مين والمفروض تكون بتتكلم انهي لغة زي ما تم وصفها في احد الجمل الرائعة في الفيلم دي طفلة اتيتمت مرتين وبتصل دلوقتي المرحلة محدش فيها عايزها وكل التعائدات دي منعكسة بشكل فعال جدا في اداء هيلنا زنجل اللي كان ابعد ما يكون عن الصعبانيات وتقطيع القلوب وكان ميال اكتر للشكل الحاد المتمرد اللي بيقود في بعض المناسبات وبمنتهى السلاسة للحظات المشاهد يقدر فيها يتواصل مع معانتها نيوز اوف دا وولد فيلم جميل وساحر مذيب للقلوب بدون اي ابتزاز ومنير للعقول بدون اي محاضرات فيلم صعب على جميع الاصعضة ومليان تحديات اتمنى الناس تديه له فرصة واخشى ان الظروف اللي احنا فيها دي تحد من انتشاره مظنش ان في حاجة مشجعة لمشاهدة الفيلم ده اكتر من اني اؤكد لكم ان توم هينكس في الفيلم ده في الفورمة تقييمي لفيلم نيوز اوف دا وولد هو تمانية من عشرة زي ما قلتلكم كده عندي مشكلة صغيرة معاه في الاقاع ومشكلة تانية برضو صغيرة معاه في تطور العلاقة ما بين البطلين منقشة الحلقة ايه هي افضل افلام شفتوها بتتناول تطور العلاقة ما بين شخص كبير في السن وطفل في الاساس كانوا اغراب عن بعض ياريت تسهموا برأيكم في الكومنتز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك و تويتر ونيمو بوديو وبي باي